أما هلأ سنذهب إلى مساحتنا الأخيرة دم صباحنا إلى اليوم وسنذهب إلى موضوع كثير منحكي في الليلة ودائماً الألوان وخاصة الألوان الصفية بيقولوا بكل الألوان فيه طاقة طاقة جذب للإنسان ممكن تكون سلبية وممكن تكون إيجابية طبعاً هاي القصة هي علمية نحن اليوم ما نحن نحكي توقعات أو مثل ما بيقولوا إشاعات حتى في هيك ألوان بيلهف لقلبك يعني بتميلي لقلب تقولي أنا بس ألبس هذا اللون بحس أني مرتاحة بحس أني عندي طاقة إيجابية بحس أنه أنا عم قدر أعطي أكتر صحيح وفي ناس بالنسبة لقلب الألوان بيكون شي عادي يعني أنه هو لون أما في ناس لأ فعلاً أنه بتتأثر حتى بالألوان طاقتها بتتغير بالألوان حتى بتلاحظي أنه فعلاً أنه هو موضوع علمي يعني موضوع الألوان تطلاء غرف الأطفال الصغار شو أكتر لهم تحبي أحب اللون الموضوع هذا أكتر الألوان واللون الأخضر يعني حتى لاحظي أنه ألوان الطبيعة يعني هاي الألوان كتير هيك بتعطي راحة نفسية أكيد علمياً الأخضر أكيد بيعطيها هذا الطبيعة دائماً رجع للطبيعة بتكون لي أفضل شي حتى لاحظي أنه بيدهن وغرف الأطفال الصغار بألوان حتى أتلات أحياناً للأطفال فأديش تأثير الألوان بحياتنا كتير مهم وفي ألوان بتعطي فعلاً طاقة إيجابية ممكن تكون في ألوان بتعطي طاقة سلبية لنحكي أكتر عن الألوان وطاقة الألوان وتأثيرها الإيجابي أو السلبي على حياتنا مع معلومات كلها نعرفها مع ضيفنا محمد عبد الرحمن جمال دبلوم طاقة حيوية ومدرب دولي معتمد في الأكاديمية البريطانية يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح الخير السيد عبد الرحمن كيفك؟ أهلا وسهلا بحضورك لليوم عم نحكي اليوم عن موضوع علمي له تأثيرات سلبية إيجابية وهو بالنهاية موضوع طاقة يعني خلينا نحكيك بشكل عام عن علم الألوان وقده بيأثر على الشخصية البشرية الألوان طبعاً إلى تأثير إيجابي وتأثير سلبي نبدأ نحن باللون الأحمر هل نستخدمه أكتر شيء لأماكن فيه تركيز لعزم تقومه بفوتة تماماً واللماكن الاحتفالات الرسمية عدم استخدامه بالمصاعد لما كان لماكن فيه الأطفال أو للدراسة ما بصير نستخدمه ليه؟ لأنه اللون الأحمر لون بوتر الشخص فلما بيكون لما يوتر هو أو عنده شيء مهم ما بصير نوتره أكتر اللون الأحمر هم ألوان الطاقة فأوقات الشخص بيكون بده اللوان فيه هدوء والألوان الأبيض الأزرق الأخضر هي تلعب دورة أكترى من الأحمر كيف نستخدمه؟ نشوفه في المطاعم كثير هذا الأحمر الأحمر والأحمر والبرتقاني كثير يجدون الشهية مرعوبة تطبيقياً القصة أيضاً مطاعمة معروفة أحمر وبرتقاني أما الألوان التي لا تساعدها الشهية تسد النفس هي الأزرق والأسود هل تسد النفس؟ طمعاً طمعاً يساعد لјرق있는 ولكن الأهم هي احدى وقت نكون عندنا تركيز كام هدوء لازم يكون موجود لألوان الطاقة لانتذكرت عندي فتاك تقول فيه الى التركيز ولن تكون ذاكتماً تاكتما أنه لألوان الأحمر والبرتقاني وللدترقائي محدد لأنوائ التحديد إما الدراسة أو تركيز تم بلما يكون هدوء لألوان الطاقة طاقته من مشتاقاته أما هم نسبة للأصفر وهو منيح للتأمل للراحة النفسية أما الأماكن اللي فيها طجة أبداً ما فينا نستخدمه الألوان الهادي اللي هي الأخضر والأزرق فينا ننتقل الأخضر نحن نستخدمه للتربية والتعليم أما عدم استخدامه للأماكن اللي ما لازم فيها تطور ونمو مثل عيات الأمراض السرطانية أو وسائل النقل الأزرق عندنا بساعد على التركيز لا عفواً بدل على الغموض وأسroffenها حيث في طبعي ، وجد ما يساعد semiconductor Gore جميعاً أما هناك ألوان البيض الذي ننضا بجميع العمل أول باقي الف contributions أنه يساعد بالتأمل و الأ معنا الطعم وما يكل الأطفال أما اللون البنفسجي عنا بيضل على السلطة والعناد الحدية عادة استخدامه الأماكن اللي فيها نقاش حاد ممكن يستخدم فيها مشاكل لازم ما نستخدم اللون بنفسجي لعنا بيعطوا دور كتير كبير بخلي ستير مشاكل بالموضوع حتى الألوان بموضوع الدراسة يعني منلاحظ في كتب أو نواط ملونة بتلاقي الطلاب بيالجأوا الملونة كتير بتعطي طاقة بتحسي إليك نفس تدرسي أكتر من وقت ما بيكون في الألوان حكا شغلة الأستاذ أنه نحن دائما غرف الأطوال منشوفها ملونة منشوف كل حيط لون صحيح ألعاب كتير ألوان كتير بالغرفة هل هي تلعب دور بالدراسة هل الألوان الأحمر لون الأصفر والبرت يعني منحنا الأطفال للتركيز حتى لو ما عنده دراسة اليوم بيعتوا طاقة لكل شيء بشكل عمر يعني فغلط نحنا نروح شوي للألوان الراكزة أكتر يعني في الألوان محددة لازم نستخدم وليزم لأ حسب حالة الشخص كمان كمان كتير بلعب دور الشيهات طيب عم نحكي اليوم نفسيا أو جسديا هذا التأثير يعني اليوم أنا اللون اللي عم بي لبسوا بيأثر بس بشكل نفسي علي أو جسديا يعني في ممكن أشخاص تتعب جسديا من سبب لا لا جسديا الموضوع نادرا ما يصير يعني جسديا من تتتعب مثلا أنت مثلا نفرد راح تأكلي شيفتوا لون أسود أنت حتى تعبي ما فيك تاكل نفسيا ما رح ترتاحي لك فجأة يعني في عالم ما عندنا نتعلم بالموضوع هذا بس لما أجي فاتحة بسيرة بتعلي كلامك صح أنه الشيء نحن بيصير معنا بس نحن ما كنا نعرف بالعلم هذا اللون برتقاني أو اللون أحمر ولا إلا أي لوم الألوان الثاني بيأثر جسديا هي الألوان حتى يعني أحيانا عادات وتقاليد مثلا أنه مثل اللون الأسود أنه بيرمز للحزن بس كتير على مثلا أنه لابس أسود معنات أنت صار فيه طاقة سلبية بالموضوع هذا الشيء مظبوط أم لا هو سيد الألوان بالنهاية أنا كتير بحبه أكيد اللون الأسود هل هذا اللون كتير مظبوط بس أنا عندي عالم بالموضوع هذا ما بلوسك الأسود لأني بحبه كثير أنا نفسيا بيرتاح بس كعلم لون الأسود له أماكن محددة اجتماعات شي غامض شي سريئة مما بالأماكن العام بالأفرح لا يجب أن يكون لأنه ممكن الشخص يرتاح أنا ممكن نرتاح بس الشخص المقابلة يمكن ما يرتاح فهي نحن نقول عدم التحذير أن نلبسه طيب بس هي بترجع لأسود الراحة النفسية طيب ما هو فيش أشخاص تتخب الأشخاص لا بس هو كعلم يفضل أنه ما يلبس بالأفرح خلينا هيكي نحكي بشكل سريع عن ألوان الصيف والشيتي اليوم في شي نحن مفروض مثلا نركز عليه أكتر نلبسه أكتر بيعطي طاقة بيعطي نشاط غير الشيتي الآن الألواني التي بتعطي نشاط في هذا الوقت هذه هي زكاة الألوان الطاقة أو الطبيعة هي عندك الألوان الأصفر الأحمر الألوان البرتقاني الألوان البنية الألوان التراب كمانه بيعطي طاقة كتير حلوة مع أنه البنية ما كتير ناس تفضلوا على فكرة هلا فيه ناس ما بتفضل مثل أسود في عالم بتفضل عالم لا لكن هو كعالم طاقة وليس شرط باللباس بأي شيء، مثل الحيطان، مثل البواب هذا كل ما يلعب دول لكن كشخص اذا بده طاقة وهيك وقت لون الأحمر، لون البرتقاني حتى لأعداد المهمة أو حتى لأعداد العاطفية إلى ألوان محددة هل هيك مالعافسين ولا لون طاقة اليوم؟ لا ألوان لا أبيض، الأبيض دائما أبيض بأكتر شيء يعني بالأفراح أو هو لون الطاقة الإيجابية دعونا نحكي نحن نحن نشح للمكان يمدنا أكثر بالطاقة tra least أكثر الألوان اللي تكون المحددة أو دعونا نقول بمجال الدراسة مجال الدراسة هذه الالوان اللي تتركيز للطالب نحن شرطيط الأحمر بسعله درجات على خفيفة دعونا تركيزه درسوه الأول مجالPERتقاني استطيع الطالب، مثلاً، حال نفسية طالب بإلعب درس إذا لن يودري أليم، فالوان بإنسام مفهر أما إذا اللون الأحمر واللون البرتقاني ألوان الطاقة يلعب كثيراً نشمو اللون الأخضر مثلاً في طواب يدرسوا الطبيعة الأخضر ألو منيح بس مومتل البرتقاني لكل ألوان إلا لتلك سلبيات وإيجابيات بس اللون المخضد للدراسة المنيح عندك أحمر برتقاني وأبيض كمان بنعب طور يعني كثيراً ناس بتفضل الطبيعة بموضوع الدراسة يعني ما بترت القطع بيطلعوا على الطبيعة بيطلعوا على القرى يعني بيدرسوا بيكون هدوء مراحة نفسية تماماً بتعطي على هيك خلينا نحكي بكلمة أخيرة يعني إذا بنا نحكي نصائح اليوم كيف كل شخص قادر يحدد اللون اللي بناصبه يعني بغض نظر عن موضوع الحالة النفسية لكل شخص بس بهيك وقت مثلاً ما يكون حدا مرضاء مثلاً لون الرمادي كثير منيح لون الحديد لأنه هذا بيعطي طاقة لهم أخضر ما تذكر بأي مرض كان يكون ما لازم يكون موجود لأنه هذا بيعتبر عن نمو وتطور الأمراض ما لازم تطور كألوان طاقة ودراسة وتركيز هلا كونه في امتحانات للجامعات اللون الأحمر منيح الأصفر منيح البرتاني منيح كما عن الحالة النفسية هلا ممكن في حدا بيعتهلوا اللون الأسود في يستخدموا بس كعالم دول الألوان أنسى أكيداً كما ما ذكرت فلا عرفنا ليش نحنا بسرع المطاعم ننشوف الألوان الأحمر داخل موضوعاً من الألوان بالموضوع التسويقي يعني بلصد نظرك الواجهات اللونة أحمر فيها هيك أكلات طيبة بتدخلي يعني بتحسين أن أنت حابة وهي يعني مو عن عبث وقت لحطوا هدول الألوان يعني أكيد عن دراسة أكيد الألوان إلى كتير جازبية أكيد بنا نتشكر حضورك لاليوم لك للمعلومات اللي ذكرتها وإن شاء الله هيك دائماً حياتنا ملونة بالطاقة اليجابية والإشارة الحلوية بنا نتشكر حضورك معنا وعالمعلومات اللي قدمتها على تقليل وشعر حقاً